قالت صحيفة وصري جونل إن العملية العسكرية الإسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة تضع إسرائيل على مسار تصادمي مع الإدارة الأمريكية التي دعت إسرائيل إلى تقليل الضحايا المدنيين وإلى تخيف الأزمة الإنسانية في القطاع هذا وأشارت إلى أن على إسرائيل أن تحسم أمرها ما إذا كانت ستقرر مواصلة شن حرب تقليدية ضد جنوب القطاع أو أن تبدأ في الانتقال إلى عملية محدودة تقودها قوات خاصة لاستهداف خلايا حماس في مواجهة تستمر لسنوات الصحيفة نقلت أيضا عن مسؤولين أمريكيين أن وزير الخارجي أنتوني بلينكين أكد لمسؤولين في حكومة الحرب الإسرائيلية أن واشنطن ترى ضرورة في انتهاء الحرب في غزة خلال أسابيع لا أشهر ومن القهرة ينضم إلينا الآن لمناقشة هذا الملف وستدل العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية دكتور طارق فامي دكتور طارق أهلا بك مرة أخرى على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تطرح أسئلة حول سقف وخطة هذه الحرب وتعلن بين الحين والآخر بعض المحاذير أو الملاحظات في الحرب الإسرائيلية هذه على قطاع غزة ما دوافع الضغط الأمريكي على إسرائيل الآن هو ليست ضغوطات على الحكومة الإسرائيلية النبع حضرتك تباين في الرؤى والمواقف كما تعلم الجانب الأمريكي يضغط بسرعة على موضوع المنطقة الأمنة ولديه تحفظات على إنشاء بفرزون أو منطقة أمنة أو منطقة عزلة في عمق القطاع من كيلو إلى كيلو نص هنا الحديث على الموجة المفتوحة مشاركة المسؤولين الأمنيين في مجلس الحرب يشير إلى هذا أن هناك تحفظات حضرتك وضغوطات في هذا الاتجاه الأمر الآخر هو تحفظ الجانب الأمريكي على استمرار العمليات العسكرية وسقوط عدد كبير من المدنيين هذا هو الخطاب الإعلامي والسياسي المعلن لكن بطبيعة الحال لم تأخذ الولايات المتحدة أي مواقف حد في هذا الإطار بالتأكيد على أن أمن إسرائيل يقرره الإسرائيل أنفسهم وبالتالي الخلافات يجب أن تفهم حضرتك في سياقين السياق الأول هو طبيعة العملية وامتدادها وطبيعة ما يمكن أن تكون به إسرائيل خلال فترة زمنية محددة خصوصا في الترتيبات الأمنية حضرتك لأن المشكلة بين واشنطن وبين تل أبيب حول الترتيبات الأمنية وشكل هذه الترتيبات ليس في الإطار الزمني بالنسبة لإتمام العملية واستمرارها لأطول مدى معين الحديث هنا على ضرورة أن يكون هناك حسم بالنسبة للعملية العسكرية وتنفيذ بعض بنود البنك الأهداف المعلن ببناء على رؤية أو مقربة مجلس الحرب في إسرائيل نعم إذن تحدثت الدكتور طارق عن تحفظات وضغوطات هكذا وصفت المسألة ووصفت المواقف والتصريحات الأمريكية حينما يتحدث الأمريكيون الآن عن مدة وسقف زمني للحرب سيكون لأسابيع وليس لأشهر هل الهدف الآن هو دفع إسرائيل لتحقيق شيء ما إنجاز ما عسكري في هذه الأسابيع أم هو خوف أمريكي من هذه الكلفة البشرية المدنية الكبيرة في الحرب على غزة هو بالتأكيد حضرتك النقطة الرئيسة في هذا الموقف أو التباين أو التجاذب بين الطرفين هو سعي الولايات المتحدة لحسم الموضوع خلال فترة وجيزة نظرا لإجراء الانتخابات الأمريكية ودخول الانتخابات الأمريكية مرحلة سهلالية وبالتالي لا تريد الإدارة الأمريكية أن يكون هناك تحفظات بالنسبة لإدارة العملية وارتداداتها على الدخل الأمريكي لأنه بطبيعة الحال الولايات المتحدة شريك فيما يجري بصرف النظر عن ما يجري أو تباين فيه الرؤى في الإطار العام الولايات المتحدة شريك ومحرد للحكومة الإسرائيلية ومجلس الحرب في الاستمرار في هذا الأمر والنقطة الرئيسة في هذا الإطار هو التأكيد على أنه الخلاف بالنسبة للترتيبات الأمنية والتعجيل بالترتيبات الأمنية أظن أنه الضغط الأمريكي يمضي في هذا الاتجاه وهو الانتقال من العمليات إلى بداية تدشين خطوات عملية على الأرض بمعنى الترتيبات الأمنية هل ستشمل كل القطاع هل ستشمل مناطق محددة الحديث عن أدة مناطق والحديث عن بلوكات والحديث عن كانتونات الإدارة الأمريكية لا تتحفظ حضرتك على هذا لكن تتحفظ على إطالة أمد المواجهة بمعنى أن يكون هناك خسائر ربما ستتعرض لها في تباين طبعا بالنسبة لارتدادات ما يجري على الداخل الأمريكي وربما تباين سيطال حتى مستقبل الغزة بعد الحرب الدكتور طارق حينما يتحدث الأمريكيون عن فترة انتقالية بعد الحرب ويأتي مستشار نائبة الرئيس الأمريكي للمنطقة لراملة تحديدا الضفة الغربية في هذه الأيام واليوم تحديدا ويتحدث عن تنشيط السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع بعد الحرب ألن يكون هذا سببا جديدا للخلاف أو لاختلاف وجوهات النظر مع الجانب الإسرائيلي باحتباره كان يرفض أي دول السلطة الفلسطينية أيضا هو ما رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بأنه لن يكون هناك حكم للسلطة الفلسطينية وللرئيس محمود عباس هذا هو التباين في المواقف لكن في الأطر العامة هناك اتفاق كبير بين الجانبين المشكلة حضرتك في استمرار القوات الإسرائيلية على الأرض والتكلفة العالية التي يمكن أن تدفعها فبالتالي هناك خلافات في هذه النقطة الترتيبات الأمنية معناها أنه ستكون القوات الإسرائيلية موجودة على الأرض لأطول مدى معين وعدم موجود قوة أخرى هذه القوة المرشحة بطبيعة الحال السلطة الفلسطينية إذا غابت السلطة ستكون إسرائيل موجودة في القطاع ولكن لا تحتاج السلطة فلسطينية أن تمنح ضمنات أمريكية لكي تدير القطاع بنفوذ وأن تكون لها قوات أمنية معززة واختصار شديد من فضلك دكتور طارق أعتقد هذا وارد لكن لا تنسي أن الإدارة الأمريكية هي من أوقفت المساعدات وهي من جمدت المساعدات للسلطة الفلسطينية لكن أعتقد أنه الآن هناك تقبل أمريكي لإمكانية تعويم دور جديد للسلطة الفلسطينية في الفترة المقبلة نعم شكرا من القاهرة كنت معنا أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية الدكتور طارق فحمي شكرا من القاهرة